فَعَاشَ الْقَلْبُ إِخْلَاصًا وَأَصِرْتَ تَحْوُمُكَ الطَّيْرِ تُحَلِّقُ فِي ثَقَافَاتِ وَتَنْهَلُ مِ الرُّوبَى الْخَيْرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أخي مصابي بن أمير يقوم بعمل على صفحة صفحة إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن كيف يجب أن يتبع ليلة القدر هل هذا بإذن بإذن قراءة أو بإذن قراءة أو بإذن قراءة حيات الحياة يتبع للمشاهدات ومتبع لهم في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع لها في تحرير في تحرير 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 في رمضان كما لم يفعل في أي مرة أخرى بذن قراءة وراءة القرآن وراءة دعا الإمام بخاري والمسلم تعرير من أعيشة رضي الله أنه عندما إلى الأورى وقت نهاية عام روما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تبع في البلد و من القراءة من قراءات الإمام أحمد والمسلم تخبرت أن كان على عيشد في الناس 10 عدة رمضان في حالة 10 دنسة كما لauer لم يفعلها في أي أي أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع مينة له المشامل في حالة 10 دنسة و ليس في اخرى سوفيان الثوري صلى الله عليه وسلم حلان تهجد في الأ evolutionary دنسة تبعاً لدينا وأنه رجل فيها وإنه يجب أن يدخل فيها وإنه يومي وإنه يدخل فيها إذا كانت يومي مباشرة. إنه يدخل في بخري والمسلمين بقعنا عزيزيزين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفل على فاتما وعلي إليه وقفل على هذه المرة وعندما أقول لهم، ألا تفعل لن أدخل وإنه؟ صلى الله عليه وسلم Many advice were asked to wake Aisha up at night. After he finished spraying theajjad , before he prays wither. This is an encouragement has been narrated for the husband and wife that each one wakes the other and lightly sprays water on their face. So insha'Allah may Allah give us Tawfeek to stay awake. The remaining سلام عليكم ورحمة الله وبركاته